هنبدأ مع حضراتكم حلقتنا باجتماع عملته الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لللجنة العليا للحج وده كان بحضور عدد كبير من الوزراء والمسؤولين من الوزرات المختلفة المعنيين ولليهم دور كبير جدا في تنظيم موسم الحج طبعا هذا الاجتماع هدفه الأساسي والرئيسي هو أننا نخرج بموسم حج مريح مريح لكل الحجاج إن شاء الله اللي ربنا هيوعدهم السنة دي إن شاء الله ويروحوا يزوروا بيت الله وطبعا الحكومة مهتمة بتوفير كل حاجة للحجاج عشان كده بدأ بالفعل في تجهيز والاستعدادات للموسم من دلوقتي أعتقد أننا لسه بدر يدينا بس نستعد من دلوقتي وده أحسن طبعا عشان ما نتعرضش المواقف اللي يمكن حصلت في موسم الحج السنة اللي فاتت وناس كتيرا كانت متضررة من المشاكل اللي حصلت في عدم التنصيق وكمان من الشركات اللي كانت غير مؤهلة بشكل كبير نتنظم رحلات الحج لكن بالفعل رئيس الوزراء بالبارح أكد في الاجتماع أن الهدف هو أن الحكومة عايزة تضمن الراحة والخدمات الكاملة لكل الحجاج كمان أشار لأهمية التعاون مع السعودية علشان موسم الحج يطلع بأفضل صورة ممكنة وده شيء ضروي جدا بيتم وحصل بالصورة الأفضل ليه علشان أمان وراحة حججنا طبعا كمان وزارة الصحة كانت حضرة لاجتماع دكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة أكد أن الوزارة ستوفر رعاية الصحية لكل الحجاج ده غير طبعا التنسيق اللي هيتم مع المملكة العربية السعودية في تجهيز كل الأمور الصحية بالفعل كمان شازني مش بس كده وزير السياحة كمان أكد أن فيه تنسيق مستمر مع السعودية والشركات المصرية وكمان هيتم تنظيم برامج حج تناسب كل الفئات يعني سواء كانت خدمات فخرة أو برامج اقتصادية بالفعل الحكومة كمان بتفكر في كل المستويات وده طبعا مع التحذيرات المستمرة من التعامل مع الجهاد غير رسمية علشان الناس ما تتعرضش لأي مشاكل بنتمنى طبعا الخير والسلامة لكل الناس ويا رب يوعد كل الناس اللي نفسوهم يكونوا في موسم الحج السنة الجاية بإذن الله يكونوا على عرفات يارب بجد من أمنياتي السنة الجاية يارب بجد من أمنياتي السنة الجاية يارب برب نكتب عليك يا رب اكتبعنا جميعا جميعا يارب مرة تانية بنصبح على حضراتكم مصابح الخير يا ماصر